أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن ما حققته مملكة البحرين من نجاحات في تحولها إلى مركز للخدمات المالية والمصرفية في المنطقة والعالم جاء نتاجا لجهود وعمل مضن ووفق رؤية واضحة وواعية لحركة الاستثمارات وأسواق المال في العالم وقال سموه في حديث لمجلة Islamic Finance Today نشرته اليوم بالتزامن مع مؤتمر الصيرف الإسلامي الذي يعقد في مملكة البحرين تحت رعاية سموه قال إن نجاح مملكة البحرين كمركز للخدمات المالية والمصرفية لم يكن ليتحقق إلا بتوفير البنى التحتية المطلوبة أهمها الاتصالات المتطورة والقوانين والتشريعات التي تتيح البيئة الملائمة للعمل المصرفي والمالية وهو ما حقق لها النجاح بشاهدة الجميع وفي مقدمتهم مؤسسات التقييم والتصنيف المالي والاقتصادي الدولية ورحب سموه باستضافة مملكة البحرين لمؤتمر الصيرف الإسلامي الذي يشارك فيه نخبة من رجال المصارف في العالم وهو ما يجسد مدام تتمتع به مملكة البحرين مما كانت متميزة في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات وعبر سموه عن فخره بأن مملكة البحرين كانت وما زالت مركزا لانطلاق العمل المصرفي الإسلامي في المنطقة مشيرا سموه إلى احتضان المملكة حاليا للعديد من المؤسسات المالية والمصرفية المرموقة والمتخصصة في الصيرفات الإسلامية ومن خلالها انطلقت هذه المصارف والمؤسسات المالية إلى مناطق أخرى في العالم كما أعرب سموه عن اعتزازه بمساهمة مملكة البحرين بجزء كبير من النجاح في نمو العمل المصرفي الإسلامي وهو ما تظهر مؤشراته جلية في تزايد أعداد المصارف والمؤسسات المالية المتخصصة في هذا المجال ونوه سموه إلى ما حققته البحرين من نجاحا في هذا المجال وهو ما تشير إليه الأرقام حيث بلغ عدد المصارف والمؤسسات المالية التي تتخذ من البحرين مقرا لها فروعا تقدر بأربعمائة وثلاثة مصارف ومؤسسات مالية وتأمينية وأكد سموه أن ما تحقق من نجاحا يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد من أجل مواصلة تطوير هذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج القومي لمملكة البحرين وكذلك مساهمته في تطوير العمل المصرفي والمالي على مستوى العالم وضف سموه أن البحرين تمتلك نظرة بعيدة المدى للأمور في القطاع المصرفي والمالي مؤكدا سموه أن التطوير في هذا القطاع مستمر ولا يتوقف ويرتبط دائما بالاحتياجات التي تتطلبها كل مرحلة وبما يتلأم مع حركة الأسواق العالمية ورحب سموه بوجود المزيد من مؤسسات التمويل الإسلامي في البحرين ورأى سموه أن تزايد نشاط مؤسسات التمويل الإسلامي ينبع من آليات عمل تلك المؤسسات ذاتها وهي تجد دائما دعما من حكومة مملكة البحرين ومن مصرف البحرين المركزي ومن كافة الجهات المعانية في هذا المجال وتوقع سموه أن تشهد السنوات القادمة طورا كبيرا على صعيد العمل المصرفي والتمويل الإسلامي مستندا سموه في ذلك إلى ما يشهده قطاع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية من نمو متزايد وأقبال مستمر في مختلف أنحاء العالم هذا وأثناء سموه على جهود الكوادر الوطنية العاملة في مختلف المصارف والمؤسسات المالية في مملكة البحرين معبرا عن فخره بتولي العديد منهم المناصب القيادية في تلك المؤسسات والمصارف ترجمة نانسي قنقر